طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ماليشة الحوثية الإرهابية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين في المجال الإنساني الذي تم احتجازهم بصورة تعسفية وأكد بيان صادر عنه إن الاحتجاز التعسفي المستمر لعشرات الموظفين الآخرين أمر غير مقبول والتعد انتهاكا للقانون الدولي وتعيق بصورة بالغة جهود المساعدة الملايين من الأشخاص المحتاجين ومشيرا إلى أن هذه الأفعال تتنافى مع المشاركة الحقيقية في جهود السلام مضيفا إن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الدوليين الآخرين المعنيين يعملون من خلال جميع القنوات والسلطات الممكنة لضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين وبصورة تعسفية اشتركوا في القناة